عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية وبحث المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا للاستغلال الأمثل لهذه المنطقة بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي فضلا عن إقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي ناقش الاجتماع عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء السياحة والأثار والإسكان والاستثمار